أول ما كنت عارفة أنه بدي أعمل معك اللقاء وفكرت أني هيك إمرو على تاريخه قلت كيف بدي أختصر تاريخ ملحم بركات الفني يعني من الرحابنة حتى لبداياتك حتى للمسرح والسينما رغم التجارب القليلة ولكن أنت ملحم بركات كيف بتشوف تاريخك الفني كيف تختصرني أنا بداياتي كانت بسوريا ابتدأت نزبوط ابتدأتنا بسوريا وسوريا لها فضل كبير جميع الفنانين كانوا مصريين أو لبناني بس لبناني أكتر إلى فضل كبير كتير دعني كان إزاعة كبيرة كتير كان صوت الإزاعة كان مدي كتير بالعالم العربي قوية كانت بجيت على سوريا كنت بعمان مع صباح جيت على سوريا كان معي ستلرات سوري ما معي غيره كان معي سيارتي بس ما معي عبيلة بنزين ليه دائما قدر الفنان دائما أنه يبدأ بهالطريقة لازم لازم يتعذب الفنان لليطلع منه هلأ بتشوفي فنان بيتعاهل بعد شهرين شو بيصر له ما بعرف شر عايش بهالي مش طبيعية أنا دائما بتذكر ماضي والماضي طبعي هو اللي بيخليني بيجميني عطول بس بدي أفلت هيك بيكربجني بيرجع الماضي طبعي أنا ما رأت بمرحلة غرور وقت النجحت معي أمرين صر تدفش بالناس رجعت قلت أنا ربنا عطيني ما هو بتأسعدها الناس أنا مش لاش أدفشهم هكي بس وعيد بسرعة كنت بيغيبوا به شهر شهر ونوص شهر هناك شيء رغم أنه مرحلة قصيرة بس بتذكرها وبتذكرها ما فيك تنغرر بسوريا ما فيك تبين على غرورك بيتركوكي الناس فجأة بيحسوا بيعرفوا فعيد بسرعة ورجع الطبيعي وبنصح بعض الفنانين اليوم عايشين بغرور بشكل فظيع منغلفهم الغرور تغليف ملحم بركات اليوم الموسيقى العربية عم تاخد شكل جديد أنت كنت أول من طوع يمكن الموسيقى الحديثة الموسيقى شو؟ موسيقى العربية؟ موسيقى العربية؟ موسيقى العربية؟ موسيقى العربية؟ معت فيه؟ في عندك حوالي سبعين أو أكتر من سبعين أغني؟ سبعة وثلاثين أغني جديد ما حد سمعهم بعد طب لين خفزين؟ مجدين؟ كنت هكي تحمس فوت على السيديو تسجل كل ما أسمع خبرية أسمع فنين على التلفزيون عم بيحكي أو شي هكي ما برش يصر لي أقرف هكي مل أنا نهاية الفن كتير بشعة راح تكون ما بعرف هكي دل سور ابتعد شوي شوي ومرة غيبت سبع سنين لصالح شخص للفنانين بعض تلك سبع سنين في الضيطة للسيحة أنا رجعت فرجي الفراغ طبعي كان موجود يعني على السيحة ما تترك اليوم فراغ؟ ما حالي بيعملها إلا إذا كان الرجال يعني قادر يضحي وقدر يتحمل الشي عملته أنا صديقك الفنان يلي تركت له؟ أكتر من صديقين فنان فنان مش فنان لايك بديلك شغلة مش الناس هيدا تفهم الناس اليوم لمن أنا كانوا من زمان بس يعملوا حفلة ببيروت عبد الحليم أو فريد أو أي فنان يعمل حفلة ما حدا يعمل حفلة تاني بوجه ما يبيله كان أول شيء كان يحترموه تاني الشيء مبجوز يعني اليوم إذا أنا عملت حفلة ببيروت بقولوا ملحم بركات عمل حفلة بيروت يعني ملحم بركات هو هلأ السيحة إلو يجي واحدتين يعمل من قبيله يصير أوله ملحم بركات وفلا ملحم بركات يعني أخذ أضواء مني أخذ مني هل ما شو اسمه البرق يقوله أه ف اليوم ببقفي منه هدا ببقفي هدا أنا بسمي قلت الاحترام والمبدأ يعني واحد عم بيعمل حفلة ما لك حق تعمل اليوم تعملي حفلة بيعملوا ميتان حفلة حدك ما يبيلك بحاطوك هدا غلط وهدا بضر بالفنان وبيضر بال الساحة الفنية ما بيشوز الفن بدي يكون فيه أخلاق بلا الفنان اللي بيعطي ألحان بيكون عنده أخلاق ولي ما بيعطي بيكون بلا أخلاق ما في أخلاق مثل بعض هلا في عشر اتنعشر مغنية ومغنية في لبنان بيغنوا باللهج المصري تخيب ليه هلا بيزعلوا مننا بمصر لو كي خيلة شبك تغنوا باللهج المصري منحنا لهجتنا لبنانية أغنيتنا اللبنانية بأنه لك حتى يكون في عندهم قاعدة عربية قاعدة شو أي عربية ما هني هون عبيتحكوا عليهم بالخليج عبيتحكوا عليهم انه لاش ان بيك تغني لهج باللهج المصري انت مانك مصري انت لبناني انا سمعتها من كتير ناس انه بيخيي ليه شو هالموضة هيدا انه يعني فاكري حلون هيدا انا بسيبينه نوع من البخل بخل اليوم بمصر بباليش اللحن صار يمين نقيم حاطينه بالفريزر بيزرع مصري بيغصبت مانا اغنوا بيجعب بسيش ما هيدا معد فيه متل الاول فات شو اغني الحلوي شو ما كان بتلاقي بيعمل واحد عشر اغنى متل واحدة منهم بيخيي يعملون كلهم متل هاي الواحدة ما بيقدر مش ضد انا بالعكس ممصد بس ما فيش خامات جديدة كل اللي مرأوا له هلأ محسيتهم اجداد فيه من فيه واحد او اتنين عندهم خامات بس انا بالنسبة لي ما بيصيروا شو مطلوب اليوم من الفنان ليكون الحضور بس والصور الرجال عم بيحكي شو بتقولي انت بتقولي مش محولها زنبي فات لقلبي وجود حضور وشخصيته هادية ام كلتهم ما كانش امرأة جميلة كنت اهضم مرة في العالم انا قاعد معها كل ما انت قاعد معها كنت ما انت غشني متضحك مبسوطة مكيفة شي مش طبيعي شخصيته المرة هرفتك ايه؟ لك تخيل انت مسلا شخصيت هايفة شخصيت ام كلتهم وش كل الفنانين اللي عطيتهم الحان من الجيل الجديد او حتى من الجيل الوسط دائما تبدل علاقة بالعسل وبعدهم بصير في بينك وبينهم التصريحات مش مني انا شو مشكلة اللي عم تصير بتعشي تشفيهم بتكبر بالراسهم الخاصة مين قدى من هدول الفنانين اغنياتك متل ما انت بتك يعني ابدوا محدا محدا اقدم اغنياتك كما هاي شيء كل بكل بساطة بقلحانة والناس بترددها وبتعيش سنين امر ايه ايش عمر امر ايه اصلا عمر ثلاثين سنين وبعد الناس بحبوها انسان طي يستمر بد كون عنده اشي كتير مش انه خلاص لنا وقنين عن تلفزيون وردد الناس افكتير مره اوايكي وردد الناس اسميه طلق شخص بيزمط لوحده الشنس بيزمط فيه يزمط اللي بد يعلم فنان مش بس حديث ووصله ولا كذبه بوصله ولا تمثيله ولا جماله ولا شخصيته بتوصله لا بتناس بشعين كتير من المطربين تشوفين موجودين بيقلوب الناس انا شو انا منيش هكي الرجال اللي العني ما بارش شو وشو هتيري مقلوبة يعني لا انه مسلا الناس بتحب بسب الناس سوات على المزرح بتخلان يعني يعني العالم بالمزرح يعني باولا اولا اهلا عمل في كل زودتك بين بسط العالم بيبعا عم يتحكوه يمكن واحد غير يحكيون هيك بتلوه بيقتلوه على المسرح ما فيك بالقوة تمشي الانسان ما فيك لا في تلفزيون ولا في فضائيات ولا في مال بيمشي الانسان وأنا بقل له الأغني الحلوة جيوش العالم كلما بتوقفها ما فيه حدا يلحقه هذه الأغنية الحلوة أما الأغنية مش هتصال لو بدي تكب عليها ملايين وفيديو كليبات ويسرع على البحيرات وبيصور وبيطلع منه ما بتبين أنا قلت لها بره لا فناني أنت لها حيش تصير في مصارع سعب تسجل أغنيتك بتركيا سعب تسجلها في مصر سعب تزبيع على لبنان وعملت لها أهم فيديو بالعالم أنا شفته قلت لها مش هتوصل مش هتنجاح وصلت لكلاما نجحت أنا بعرف من موقع ما بلحن الغنية بعرف أنه هاي بدأتطير بعرفها ما بتعليق علي بيجيب الدينام بقش فينا نام بقش فينا نام بقش فينا نام بقش فينا نام انسية ما بتروح من رأسي هاي الأغنية الاتصال هاي الأغنية بتنجح أما إذا شو عندك شو عامل هالقيام يا أستاذ بس قلت لك بس خلاص باش تعمل خلاص راحت فيش غنية غنية حاضرة تغير تبقى طب ملفتك أحد الملحنين اللي عم يطلعون مؤخرا في لبنان فيه 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 أربع خمسة يا عم عم بتزمط معهم بس أعمالهم معبد معبد تطول تبه شو المطلوب اليوم لحد تطول فيه جملة موسيقية جملة موسيقية فيه عنديك أغاني فلكلورية من 8-100 سنة بعد الناس بترددها أعرف كيف وفيه جملة بتتردد لمسافه وخلص هادي من دماغ الملحن هو اللي ما يكون كسلان أنه اليوم عامل جملة ينطر شوية رددها إذا ما مرك بتبراسل يكبها يعمل غيرها هادي معلش لو تعلموها الملحنية غيرتعلموها مني مشكل يوم أنت فيك النغمة الفنانية مثلا بتحبية لا أيام تكرهية كتير بتقوم يعبكرا مثلا لو أنها نغمة البياتي مثلا بتقولي شرب ما بدي ما بدي ما بدي اسمعها اليوم أنت اللي بتعمل لحن مدخل عدة أنغام ببعضه هي في منهم إلا بس اللي بعرفوها أو بيقدر يعملوا عندهم إمكانيين بتعرف إذا كان هاي النغمة فيتبها النغمة يعني عشقتها بس لما بتصير تردد الأغنية بيجي نهار تحس إنه هاي النغمة لا مش هيها مش مصبوطة عشرة بغير بس تشوف فيتنين ناشحين شاعر وملحن كونوا بيتعونوا بكل شيء ونت أنتقائي بشو عراءك أنا عندي نزار فرانسيس أهم شاعر اليوم باللبنان تلفل له قاله نزار تعالي نعمل فكرة الفلانية يالله يالله دي قتناها هلا برجع بيحكي يالله اه منيحة قاله يالله عمول شو بيطلع من الشغل عمول يعني برانا عنده بقنا ملحن مشي الكلمة نحط كلمة هاي الكلمة ما فيه كلمة مسئية رنانة وفيه كلمة لا فيه كلمة جلقة بس ريكبة بس ما بمشيها أنا أنا بشيها كبها مثل الإنسان بنغرم بمرأ إذا قهرته أوووو شو بيقصير فيه يا بموت يا بطير صح الفان بيطلع من الشارع ما بيطلع من القصور كل شي بدني بيصير فوق من الشارع من الفقر بيبلش من الفقر ما بيبلش من القصور بدي أهرتك المرأة في مرأة واحدة أهرتني بس وبعني بحبها أكبر رجال الكون ركعوا قدام المرأة يعني المرأة مش أي مرأة مع أنه المرأة بيقولوا بتخوف الرجال بيقولوا بيخوف الرجال مش المرأة أنا مش بيقول ليه لا المرأة بتخوف 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 مش بخاف بتخوف الكارسة الكبيرة إذا هي ما بد تحس إنه هذا بيحبها وبضحي بكل شيء قدامها هون الكارسة الكبيرة هلأ هاي المؤابلة شو عمت عمليها الفنية ولا رميها شو فينا نحكي فن وفينا نحكي أي شيء على رأس وفيك نحكي بالسياسة كمان